خلينا بقى نروح لبعض الاخبار ودايما انا قلت لحضراتكم من امبارح او من اول امبارح ان انا حركز على اخبار فريق كايزر تشيفز كايزر تشيفز وكلام لاعبيه في الصحافة يتكلموا بيقولوا ايه عشان بس حضرتك تعرف انت داخل على ايه انت داخل على مباراة هي ليست بالمباراة السهلة بليات نجم كايزر تشيفز وواحد من اللاعبين الكويسين جدا الحقيقة واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في كايزر تشيفز قال جاهزون لصناعة المجد امام النادي الاهلي خمى بليات لعب فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي تكلم عن مواجهة النادي الاهلي وقال جاهزون لمواجهة الاهلي والجهاز الفني وضع الخطة المناسبة لعبور الاحمر المباراة ليست سهلة ويجب ان لا ننسى حديث المدرب هذه اهم مباراة في الموسم ده خمى بليات بيقول هذا الكلام هذه اهم مباراة بالنسبة لنا في الموسم يعني هما بيفكروش في اي حاجة هما التامن في الدوري والمش عارف ويقولك اللي رابع والتامن والعاشن ما عنديش مشكلة يا رب بيبقى الاخير في الدوري ولكن المباراة دي لها دايما المباراة النهائية لعب لما بيجي يلعب المباراة النهائية بيبقى ليه شكل مختلف بيبقى ليه وضع مختلف بيبقى تركيزه مختلف حياته كلها مختلفة كل اللاعبين اللي حنسمعهم النهاردة بيتكلموا عن شيء واحد فقط ازاي ان انا اكسب النادي الاهلي ما بيفكروش في حاجة تانية اللي قالك سيف واللي قالك عاملين واللي قالك شمرناك كماء حنقول لحضراتكم دلوقتي ولكن كل التصريحات رايحة في التجاه ان انا عايز اكسب المباراة دي وعايز اصنع تاريخ امشي بقى في الدوري 8-10-20 مش فارق معاهم وهو ده الكلام اللي قايلينه قال ايضا ان الجهاز الفني طالب بضرورة التركيز في المباراة واستغلال المساعات الموجودة لتحقيق الانتصار امام النادي الاهلي وعلى الجميع الالتزام بتعليمات الجهاز الفني قال برضو بليات انه سيفتقد الجمهور في تلك المباراة بيقول ان احنا بنحب الجمهور ونقدر ثقة جمهورنا فينا ونحن على بعد 90 دقيقة من المجد ومن الحلم الافريقي خدوا بالحضراتكم من الكلام اللي بيتقال مدير كايزر تشيفز يتغزل في موسماني قبل مواجهة النادي الاهلي في مثل هذه المباراة تجد الحروب النفسية واحد يطلع يخبط وواحد يطلع يتغزل زي ما حضراتكم بتسمعوا كده دي حاجة اسمها حروب نفسية قبل المباراة النهائية تلاقي ده بيقول كلمتين حلوين على موسماني يطلع المدارب التاني يتكلم يقولك لا احنا نكسب اي حد ونعمل اي حاجة هي دي دي حرب في اطار الحرب النفسية اللي بنشوفها دايما قبل المباراة النهائية وكل واحد من حقه طبعا قال مواطنج جونيور المدير الرياضي لفريق كايزر تشيفز قال على مواطنه بيتسو موسماني المدير الفني الحالي للنادي الاهلي قبل مواجهة الفريقين يوم السبت القادم قال في تصريحات صحفية موسماني نضج كرويا بشكل اكبر مع القلعة الحمراء والنهائي مباراة تاريخية للفريقين واضاف موسماني يقدم اداء اكثر من رائع مع النادي الاهلي ونبذل قصارى جهدنا لمجارات النادي الاهلي الا انها مهمة صعبة علينا ويجب ان نحافظ على قدر من التفاؤل لتحقيق المطلوب خدوا بالحضراتكم برضو يعني شوف بليات بيقول ايه وده المدير الرياضي في النادي كايزر تشيفز بيقول ايه بيتكلم على ان المباراة صعبة طبعا هي المباراة صعبة للفريقين مش للنادي الاهلي للفريقين لكايزر تشيفز برضو اللي حيواجه كبير افريقي وتابع نعلم قدرات موسماني جيدا وهو يعرفنا بالتأكيد عقلياته تغيرت مع النادي الاهلي خاصة وانه حقق نجاح كبير مع الاحمر ويمتلك عناصر مختلفة عن سانداونز ويلارد كاتساندي وهو لعب زمبابوي بيلعب في نادي كايزر تشيفز احد نجوم فريق كايزر تشيفز قال شحذنا سيوفنا ورفعنا اكمامنا ولا علاقة لنا بالتاريخ ده الكلام اللي انا قلته لحضراتكم من يومين قلتلكم لما تيجي تتكلم عن التاريخ هتتكلم ان النادي الاهلي طبعا تسع بطولات تيجي تتكلم عن كايزر تشيفز مش هتلاقي يعني هتلاقي حاجات قليلة جدا فارق تاريخي كبير جدا ما بين النادي الاهلي ونادي كايزر تشيفز ولكن في النهاية المستطيل اللي اخدر ده مختلف المستطيل اللي اخدر ده جواه التاريخ بيتنسي وكل حاجة بتتنسي اللي بيتبقى بس الجهد والعرق والالتزام جواه الملعب والالتزام بتعليمات المدير الفني الزمبابوي ويلارد كاتساندي قال او يحذر النادي الاهلي قبل موقع نهاية دولي الابطال مشيرا الى ان تأهل فريقه الى ترك المرحلة من المسابقة ليس صدفة وانه مخطط له استعد نادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين لملاقات نادي كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا وقال كاتساندي في تصريحات نقلها موقع سوبر سبورت الجنوب افريقي الاهلي فريق جيد له تاريخ غني في افريقيا ما سنفعله هو منحهم الاحترام الذي يستحقونه من كل ما يفعلوه واضاف لكن عندما يتعلق الامر بيوم المباراة فانه يتعلق بمن يريد ذلك اكثر ذلك لذلك نحن نذهب الى هناك كالمستضعفين لكننا نرغب في عرض موهبتنا للعالم لاننا نعلم اننا جائعون لتحقيق هذه البطولة لم نصل الى هذا الحد عن طريق الخطأ او الصدفة نحن هنا لاننا نستحق ان نكون هنا وكل من يريد ذلك اكثر في يوم المباراة ملزم بالحصول على ما يريد هو بيكلم كلام فلسافي اوي ولكن معنى كلام اللي هو بيقوله ايه التاريخ مايفرقش كتير دلوقتي الملعب هو اللي حيفرق احنا عايزين نكسب المباراة ده ده كلام كاتساندي لاعب زمبابوي المحترف طبعا في نادي كايزر تشيفز قال ايضا قادمون من موسم صعب ونريد ان نخلص انفسنا نحن نعلم مدى رغبتنا في التقدم ولقد اردنا القيام بذلك من قبل لكننا فشلنا الحقيقة انا دايما وبكرة برضو هقول لحضراتكم بقيد لاعبي نادي كايزر تشيفز بيتكلمه ازاي عن هذه المباراة لانه في الحقيقة كلامهم عجبني جدا كل واحد بيتكلم اه هندي احترام النادي الاهلي لانه يستحقه لانه كبير افريقيا ولانه كذا ولانه كذا ولانه كذا ولكن الملعب مختلف وهذه هي الحقيقة الملعب دائما ما يكون مختلف اشتركوا في القناة